الجنوب اللي أنا بعرفه هو جبل عامل هو جنوب موسى الصدر مي الجنوب الخامنئي وبس أهلا بكم مشاهدي هنا لبنان غاب سبع سنين عن الشاشة الصغيرة رجع ولعها بمسلسل النار بالنار عمل مقابلة وآغأي قامت ولعت من جديد فهل رح يزيد اليوم حطب أم جاي يطفي هل رح يضل لآخر أم رح يفل قبل انتهاء العشرين سؤال أهلا وسهلا بالفنان المبدع طارق تميل عن قد مبدع حبيبي ويعني برحب فيك أنا برحب فيكم بس بهالمؤدم حسح لي حق بالأوبنين حتفل بغري لا بنافق جريء وإن شاء الله بتكفي العشرين سؤال حنشوف التابلو هلا من الواحد للعشرين بشكل عشوائي منختار رقم تسعة دغري يلا تسعة خلينا نشوف على هون سعبت هاي طلع أول سؤال بنسبة لطارق تميم من أفضل حقلك واحد ووحدة ممثل من لبنان أول شي برأيك تزدق ولا مرة بفكر فيهم يلا هيك حلوة تفكر فيهم كل واحد إلا ما يكون عنده حدا بيلفته ما هو في الكبير والصغير الجيل الجديد ولا خلينا على الوسط وجاية خلينا أنا اللي أنا بحب أنا ومعروفين الأسئلة وهيدا زياد الرحباني زياد الرحباني زياد الرحباني تامة ربوطة ممثلة ممثلة من لبنان خلينا كمان كثير بحب رندك عدية آه المسجل المتحية من سوريا أفضل ممثل؟ بسام كوسا عيبا مشتايم لا مرية بي هيدا عندك عابد مش لأنه أنا كمان أشتغل معه بس بسام مبدأ سيدي سورية ممثلة؟ ممثلة سورية من هيدا ما في مجال كاريس ما في مجال لا 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 طبعا طبعا كاريس بشار طبعا من مصر كمان أفضل ممثل عد الإمام عد الإمام أفضل سيدي ممثلة بعد عم تشتغل يسرى يسرى يعني بتحب هيدا ايه كومبينيشن كتير كتير كومبينيشن طيب عظيم صار فينا ننتقل لرقم جديد خمستاش خمستاش تاع فكرة هيدا السؤال عبل ما يفتح في إحراج أكتر من الأسئلة الثانية يعني أنه عبد زملاء يعني ما بد منفل ما بد منفل زوجتك في المسلسل تصفعك كتيرا إذا أراد طارق تميم أن يصفع سياسيا مجازا خلينا نقول فأي سياسي بتختار فيك مجازا فيك لا عن جد يعني تطرق كب كلياتهم كلهم يعني كلهم هون ما في كلهم هون ما في كلهم من رئيس الجمهورية اللي كان لأصغر واحد عظيم عظيم ولكن مضطرين نختار اسم ما في يعني اللي بتحس أكتر شي بيستفزك بتختار اسم ولا نكفي ما فيني ما يعني زدتلنا اسم كله بيستفزني زدتلي اسم أكتر شي زدتلك اسم بقلك يعني ما عندي مشكلة كلهم ما هون لازم نكفي اه ما بدي فل هيدا اه بيستفز لحظة خليني بس عطيني هيدا اذا انا نصفح سياسيا مجازا في اي سياسي يختار رئيس حكومتنا تصفح وكاف يا الله مش كاف كاف بس على قد معيني من من الكل حبيبي من الكل خلينا نكفي رقم جديد كلهم وحفض كفيها انت غير ثمانية ثمانية بس ما قلتلي مجهزا ولا حقيقة لا ياريت ياريت بصحلنا بس يفلته الشعب عليها هل اليساري طارق تميم يقول اليوم رزق الله على ايام رفيق الحريري نعم اكيد نعم هو منو يساري على ايام نعم هو نعم اكيد ليبرالي نعم اكيد نعم جاوبك رزق الله طبعا انت اشتغلت بفترته طبعا شغلت معه كتلفزيون مستقبل صحيح شو بتقله هلا الله يرحمك والله الله يرحم ايامك شو بتقله يعني ماشي اكيد ما كنا وصلنا لهون لو بابا في حكي بينك وباينه كان فايش وفايش ولا شو بذكر هيك لا هلا هو كان يحبني اكيد ليك لو بعده عايش لهلا ما كنا وصلنا لهون طبعا طبعا كان ازدهر اكتر لبنان دي رأيك طبعا اكيد ما هو ازدهر عيامه مم بدنا نضحك ع بعضنا يعني انا كتير واقع ومطقي حد حد امرار كان هو عنده روح النكتة وحدتك مشهور كوميدي ليك انا حد وقح امراره وكلشي بس صريح ما فيني كذب ع حالي ما فيني كذب ع حالي ما فيني كذب ع حالي إلا شي هيكي واقع عم ذكرة معه مع شو؟ معه شاكل عام خليهم لقلي يقول خليهم لقلي شي مهدوم ولا شي هيكي لا لا دايما الوقائع معه مهدومة او حلوة او يمكن بس شو بك يبلش بدي يمكن اهم شي فيه اهم شي فيه كان عقله الكبير اهم عنده بعض نظر طيب لا وعقله الكبير يعني بيستوعب اهم بيستوعب اللي معه بيحبوه وبيستوعب اللي عم بيسبوه بنفس الوقت نعم طيب ننتقل لقم جديد اتناش اتناش تصل بالممثلي والزميلي ساشا دحدو واكشفال انا موقف ان سنشاهده ولم يتم عرضه بعد جب لنا التليفون مين تليفون خليك حدتك قاعد بس دلنا على بقلب الجاكات الجايبة وحطيته سايلنت كمان بس فدكت ساشا لفتتك جدا في جائتك اي كتير نعم كتير اي عطيه اي عادي التليفون دقلنا وفتحنا السبيكر وقل لها حدثتك بس ما بعرف يعني هلأ خايفاني ترد علي بطريقة ما حط زن مور اه امورتي هيدي ايه بس ضغرا حط السبيكر اذا ممكن بس اكشفال انا انا مش هكشوفي لها هيدا خليني شوف انا بقى انا خليني آآ. هترك علي. بس اول شيء سر. في كاميرا لقطتنا حتى ما نلقاط. كله لقطت. لا مش هيك حتى بما بركي ما بدا. ما بسيطة وفا. كله بين حل. ببنامج بتفل كله له حل. ساشا ده حدوها. تبتح الناس بيكه لو سمحك. وقربة شوي على نيك مايك. ايه تمام لا ايه تمام ما يمكن مزهولي بولادة او شي اشوف ترجع بالدقلك من تذكر الحلقة او شي يعني لختام الحلقة او بس الدقلك دغري منفتح معا يعني ما هي ليك ازا ما ردت بيكون يا خصو شي بولادة هي بتكون عندها مقابلة كمان اه كمان بسم الله او نيمي ادسعة لا هيدي كان لازم تعقى يعني شفت هيدا هيك هلأ حيدل قديش بروجرامك مش محضر اه طبعا مبشي محضر عمد خانة مع كتير ناس كمان بدك بدك لما انه هلأ مردت بدك نحاول اه فينا نعمل اه قللي شوف بعد ايدر تنطر اه طبعا ما يمكن ازا فتت فيها اه قدر انطر ما فيش ورانا ازا فتت فيها شو اسمه الساشتوش اه ماذا رحكي ماما ابدعت بهذا الدور ابدعت بهذا الدور ابدعك جدا جدا كان في كمستري ناقلة نوعية اكيد كانت ناقلة نوعية اكيد كان في بوند قوي كتير بيني وبينها جيمس بوند كان في جيمس بوند وكان في كمستري بين كتير على اي اساس ركب هزا البنائة اللي كتير اللي كل الناس عبتحكي عنه اه اول شي اه بالبداية كان في اه نحن وعم نحضر الناس وبيرجع الفضل للمخرج طبعا انه كان يجمعني انا وياه انه هاي مرتا خلينا يعني نقرأ ركب البوند دغري 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 وركبة الكامستري وكنا نخلص قراءات نوقف مثلا بتعرف نخلص من محل ما عم نقرأ نظهر نوقف حتى على على الاسمسير شي ساعة وهيدا نكفي حديث نعم طيب عكل حال هترك الموضوع لحينة اربعة نختار رقم جديد اربعة هل تصف المطالبين بعودة النازحين السوريين الى بلادهم بالعنصريين حسب الشخص ومين اذا بالمنطق لا منه عنصري بس اذا في هيدا انه اكيد عنصري في الطريقة كمان والشخص كيف عم بيقوله ومين مين حسب عم بيقولك حسب مين عم بيقوله جبران باسي بتعتبره عنصري لان هو اكتر شي بيحكي بملف النازحين السوريين هادي اذا ما رديت بفل يعني لا هادي هادي لا بس لعطة بلوق يعني في نتاق اللعيار انا مش انا اللي بدك بعتبره شو عنصري عم بيقبض عليهم وعم بيطالب يظهرهم عم بيقبض عليهم كل عالم تعرف يا زلمة بدا كيك دغري خليني يفور بلش اسمه انسى يا زلمة انسى يا لات ما جبنا صيرتو طيب من ناقي رقم جديد كل سبب البلاء اللي واصلين له جزء كبير منه الحق على زبران باسي طيب من انتقل رقم جديد 13 خلي رقم النحس لكي في شيز كرت اسمه وتوترت عفكرة بيوترني كتير يا زلمة هل يمكن ان نرى العنوان التالي طارق تميم نقطتين لا يمل عمل جيد ويارات ما اشتغلت بقربة تنحل اول شي فينا نقول هيدا العنوان ممكن نقرأه لا نيناتهم بتحبهم ايه العملين بس ايه احسن تجارب بحياتي تجارب بحياتي اه كلها بتحبها مش كلها بحبها مش كلها راضي عنا التجارب بحياتي ولكن بس كلها بتعلم منها بس هون ايه احلى ما في نقول ايه احلى لألك ليه لانه الايومال ما اشتغلت فيه كتير قربة تنحل اشتغلت فيه سنوات قدرتلك مبارح مع ريتا خورة ايه خزيعة كانت إيه اللي شامية وعادل وعباس مية بالمية مشهد بفقه عن جد كان حلو كتير بوقتها إيه اتنينيتهم تعلمت منهم اتنينيتهم بيقولوا لي هلأ يمكن فيه أغلاط بحياتي أنا أسيساً هلأ بدك بيهول بما أنك عم تحكي لا يملو بقرب التنحال أنا فيني فيش أكبر شي تاني كنت عم بشتغل وقتها لعيش أنا برنق أنا كل سكيتشات مطيها آه أنا ويتذكروا الشباب إذا طلع حدا معك منهم آه لا يملو لما طلع لأنه بحب الشباب وبحبهم بس مش كان فيه خلاف كان فيه قاعدة قلت له وقلت له ياهلا ناصر فقيه قلت له صحيح لنا كنا عم نعمل شي لأنه نحنا أنت انتبه وقفنا برناميش لنعمل لا يملو أيوه إيه كنا عم نعمل أحلى عالم وكراكاس آه من بعده إجا لا يملو بس نعرف كراكاس إيه بس قلت له عم نعمل شي قريب من الستكوم آه معقول نوقف شي هل قده لنعمل سكيتشات كنت رافد فكرة لا يمل أنا من الأساس بس يمكن بيعة أكتر كانت هي كانت بوقتها بيعة أكتر من هيدا يعني بس أنا مور انتو آه أكتر باتجاه الحلقات المتصلة المنفصلة يعني الشخصيات هي الستكوم آه مزبوط أنا بحب هيك يعني عرفت شو قص دي ونعيم نعيم حلوي بيجنب بياخد العائد شبو لأ بس ذكرتك فيه لأن ذكرنا عدة أسماء فجرد آه اي أوكي بس إنو عم خبرك لكن إنو ما معقول نشوف هكي عنوان لا 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 ما بحياتي ما ببزء بالبي ليك خلينا بس نرجع ما ببزء أنا عم بقلك اشتغلت كتير قصص ويمكن غلطت فيهم بحياتي بس ولا مرة ظهرت من شي اشتغلت فيه وحكيت عليهم بدك إليك الحقيقة صراحة أنا عم بكتب هيدا السؤال قلت هلأ حيقلي لا يومال لا 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 بحبه أكتر لا لا أنا ليك أنا في شغلي أنا ما بحياتي عم قلت لك غلطت كتير غلط بحياتي وظهرت ما بحكي عن العمل اللي كنت أشتغل فيه ما ببزء بالبير يلي كنت أشرب منه عظي هيدا الشيء الميح منتقل 19 19 ترشح بعض الفنانين للانتخابات النيابية هل يمكن أن يترشح نفر قبل ما تكفي سعيا لتغييري نهائيا نهائيا حتى مش سعيا نهائيا انسى انسى طيب ليه؟ أنا مع العالم طلعت مع العالم لا لا أنا أنا كتير مع أنه هلأ صار عندك فرصة أكتر أبداً 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 بصار في مستقلين يمكن يبينه أكتر مش شغلتي مش شغلتي مش شغلتي أبداً أنا ما عمني أبداً أبداً ولا بفكر فيها وانسى طيب هأنسى حتى لو إجوا جابوني وحطوني هني بالموقع بدون ما اترشح واخد أصوات برفض أحمد قعبور كان عنده تجربة برفض بتحبوا الأحمد قعبور بموت عليه حبيب قلبي حبيب قلبي ندين لابكي كان عنده تجربة تجربة أنه شو مترشحه أكان على البلدية أونية إلى آخر هي يعني كفنان حكيت أنا مرة بترشيح حتى بلدية وكذا قلت له نقص الفكرة من أساسها مش نواب وهيدا انسى طيب ننتقل لا 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 نهائياً نهائياً خلص هيك بنكسبك فنان آه يخيش آه 18 زيلانسكي كان فنان كمان آه آه 18 وكوميدي كمان في حال تزوجت وقررت زوجتك ارتداء الحجاب حلا بدكتنا إيه لي واحدة محجبة هل تشجعوها؟ هل تمنعوها؟ أتركوها لحريتها هيدا شي بيرجع للإنسان تستفل وما بيعني لي أي شي أبداً أبداً أنا ما عندي مشكلة مع الحجاب أنا أمي محجبة شفت كي؟ نعم وليش هيك أخدوا فكرة أنه أنت ضد الحجاب يلي في سل تحباطوا بتنعروا ما خصني استفلوا هني أنا أكيد أبداً 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 ما بيمنع أبداً كون مرتين محجبة عزيم بالعكس يمكن بقيل الشرف وبفتخر هيدا شي حرية شخصية كل واحد حر بنفسه نعم طيب ننتقل أبداً بتركها لحريتها ويمكن شجعها حتى مش أنا بطلب منها بس إذا قالت لي أنا هاي حرية اشتعلت لي بدي تحجب قال لا يا تفضلي يا عملي لبديك هي وبشجعها ولو ما قلت بديك تحجب ما عندي بأي مشكلة كيفك أنت ودين؟ ما علي هذا السؤال شخصي فيك ما تجاوب علينا أنا ع طريقتي متصالح معه ع طريقتي خطابي مباشر مع الله يعني ما بأيمن باللي تحته بس خطابي مباشر عظيم طيب ننتقل ألقم جديد يعني ما بتأيمن بالعباد بتأيمن برب العباد مش العباد العباد بأيمن بالعباد لا كان يعني ما هي هون الشيء اسمه ما بأيمن بالناس اللي عم بيوصلوا الدين للعباد أيوة كلهم بس بتأيمن بالأنبياء والرسل طبعا طبعا طمعا عملك هلا بس أنا وضحها يعني بقل له كيفك بقل له من الله منيح بس مش من عباده أيوة عباده إذا الناس الناس معتره أنا قصدي اللي عم بيو اللي عم بيوصل لك لأن صرت كلمة تحكي لك كلمة جملة هي منيحة شكرا عمت هيدا أكيد بأيمن هيدا بالأنبياء والهاي حري باللي إجوا هلأ بالعصر الحديث عم بيوصلوا الدين يعني بعض رجال الدين بعض رجال الدين مش بعض كل لا تستسني أحدا من ولا بأيمن بلا ولا واحد منهم ولا أني قابض ولا واحد منهم ولا أني شايف ولا واحد منهم حالي بدون يكفروني يكفروني حرين يفهموا متل ما بدوني يا خي طيب من أنتقل هلأم جديد؟ عشرة عصرة هلأ بالترتيب تركيا قبل الإيرانيين تركيا وما بحضرون تنايتون أسيسا ما بتحضر تركيا عم تحكي بالدراما ولا سينما؟ بدنا نعرف بالدراما خلينا نقول تركيا تركيا يعني تركيا بتشتغل دراما أكتر تركيا سينما إيرانية بس 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 كمان إيران عملت كذا مسلسل مثلا يوسف مريم انسى انسى مش بسبب أنه ما بحب إيران يعني ما بفهم اللغة شو بدي تطبيع الشيغلي من يفهمين ترجع تفهم تركيا ما بحب الله لا لا ولا بعمل لك نانيتون ما تتبعون بس قلوا ترتيم هاي خلص ياريت حطيتون لنا شي معهم يعني هندي لا كمان إذا حطيت لك هندي كمان قلت لك ولا واحد هندي وين بتحطوا تالت وشي بالترتين ما بحضر لا قدر ميز كتير بس بعرف بس إلا شايف سينما إيرانية وشايف الوالدة بالبيت كيف تحضر تركيا يعني بتحب التاريخي التركيا التاريخي التركيا ما نحابه لا لا ما حضرتون هنو السلطين وما سلطان وكذا بس أمرار يعني بفوت بلاقي الوالدة عندي بتحضر تركيا فبقعد هيك أمرار بقول اوف والله كيف مش بحضره نهائيا بس لما بس لما يعني كممثل بتعرف لا لا يعني بتبقى الوالدة عم تحضر عرفت كيف ما هي دبلاش نعم بفوت بدي احكي معها بتعملي هيك انو كتير من السجن فبقعد بنتر ايه لأنو بتنتر الى الدعاية فبنتر حتى هيك بصير انا مثلا نشوف معا بتطلع بقول والله حلوة هاللقطة يعني تركيب اللقطة أداء المسي الألوان هيك بشوف بلاقي بقلك حلو مشان هيك شي وابتك شايف الايراني هيك بالدراما كمان لأنو أمي حاضرة يوسيف ايه بفرق من الأرض للسماء يعني احنا عم نتا هيدا طيب بفرق من الأرض للسماء بين شو شو؟ بالصورة التلفزيونية لأن هني ونحنا بالصورة التلفزيونية بين تركيا وإيراق متحس التبو حتى عندهم بالدراما يعني شي عجيب غريب باللقطة قد ما بتبقى يعني ان كان ألوان ولا انسى بس بالسينما عندهم عظيمي بايدويت بالسينما عظيمي طيب ننتقل 17 17 الحمد الله سيلك يعني لا أنا معمل لك ما عندي مشكلة ما عندي طيب لو عرض عليك دور في مسلسل ابتسم أيها الجنرال هل كنت اللي تقبل أن ترفض كما رفض زملاء لك لأسباب سياسية؟ ما عندي أي مشكلة من نقي رقم دي تلاتي تلاتي حبيبي أيضا تصل فيك جورج خباز وعرض عليك دور بمسرحية ونفس الوقت تصل فيك فادر عادي وعطاك دور تاني من؟ جورج خباز مش لأني هلأ شغل معه لأنه أنا من زمان معجب بجورج خباز وما بقفيله عمل وبحبه بعدين هحطك أكتر كمان لو وضح حتى ما تقولي بحبيب أنا ابن مسرح أيوة بشرفها دي كمان أيوة جورج خبازي بيشتغل مسرح فادي شانسونية أصدق؟ أيوة رايح على أكتر هيدا أنا لأ أنا ابن مسرح أكيد جورج خبازي وما حيث عن مني فادي اللي كتير بحبه وعفكرة بحضره وبفرطني بالضحك عرفت؟ هاي مخصة بهاي بسو المسرح ما حدا سأل أنا ليه ما شغل شانسونية؟ أنا كل طريخي أنا عم بسأل لأني ما بحب ما بحس حالي فيها هيدا المسرح ماريو باسيل كمان لا لا كله ماريو عرض علي عفكرة وبكل حب أنا ما بشتغل شانسونية أنت لأنه مدرسة زيادة الرحبانية؟ لا ما خص هاي ما خص هاي ما خص إني لأني مدرسة زيادة الرحبانية ما بشتغل شانسونية أنا اشتغلت قبل زياد واشتغلت من بعده وكله مسرح بحب المسرح يعني هحطك أكتر بالجو إذا إجا ماريو أو العايدة حكيني بيدور بمسرحيته وطالب بجامعة عام المسرحية بشتغل مع الطالب أيضا عظي ننتقل الأم جديد سبعة سبعة أنا البم هلا سيقبتك؟ طب ليك؟ لا 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 هل تصر على ما قلته بشأن طريقة رداء وحجاب المرأة الجنوبية سابقا أم تعتذر من منتقديك؟ أصر وما بتراجع لأنه الشي اللي قلته إنفهم غلط أنا ما كنت عم زم أنا كنت عم بمدح أنا كل اللي كنت عم حاول أقوله هو بالعكس ما أنا اللي بيسمع مضبوط بس ما هني بيسمعوا لي بالدنيا؟ أنا قلت ما في أحلى مننا بتاخد العقل المرأة الجنوبية حبيبي فيني اختصر لك فيني بلا ما نفوت بهيدا النقاش بلا ما نفوت بهيدا النقاش لأنه بدي كفي وهيدا أنا شوت جنوب بالنسبة لي إليه؟ غير إنه جنوب متنوع وكلطة وهيدا أنا ما هني حولوها أنا عفكرة أنا ما حكيت عن حجاب ومحكيت عن عباية وحجاب ما أنا عم بقلك قصة الشادور بطل يلبش الشادور ليش ما ذكروا الشادور؟ مصاب يلبش الشادور هني كان الحرب إنه إنه ما بدون يعني المرأة تلبس حجاب ومحكيت أنا ما حكيت لا عن رداء ولا عن حجاب ولا عن عباية عم بقلك أنا أمي محجبة وبتلبس عباية يعني هيدا شي موضوع تاني مختلف عن اللي عم نقوله أوكي أنا كنت كل شي عم بقوله إنه قصة الشادور ما كنت موجودة عنها وأنا ما كنت قصة هاي كلها بالعكس عم قول ما هني أخدوا هيدا البارت ما سامعوا أنا كنت عم بندوف بتعرف كلمة بندوف عم تنتوف يعني بندوف إيه كنت عم بندوف الأعزاب كنت كل شي عم بقوله قبل بس هني اقتطعوا كل شي عم بقوله قبل إنه قبل الخط الدفاع الأول بلبنان هو الجنوب اللبناني وأهالي الجنوب اللبناني كنت عم بقل لهم قبل ما يكون في كل شي فيه أحزاب قبل ما يكون في كل شي أحزاب هن اللي كانوا يدايفوا عن الأرض كانت نسوان الجنوب تغلي الزيت والمي وتكبى على الجنود الإسرائيليين لما يعملوا خروقات يعني فهموا أنك عم تلطش أنه مش الحزب هو اللي بلش المقاومة ما هو؟ ليش بدك فوتهم؟ أكيد مش الحزب اللي بلش المقاومة أكيد محتكرين المقاومة طيب شو عملت بمنظمة العمل الشيوعي؟ شو عملت بالشيوعين؟ شو عملت بالفدائيين فلسطينيين؟ ما هني كانوا عم بيقاوموا من جنوب لبنان؟ في ناس قبلوا الحزب الله فتحوا يعني عشان هيك صارت الحملة عليك؟ فتحوا لهم، فتحوا لهم قبل ما يكون في حزب مش قرينوا يعني ما كان في حزب الشيوع عم بيحارل شو نسيوا عمليات الحزب الشيوعي يعني؟ شو عملنا بـ والقومية؟ شو نسينا سوها بشارة ولولا عبود و يعني زلمي سؤالي واضح هلا حيكون هل لحجيوبك ما كفيت هون؟ ايه بالفرد حننجع هل لأنك متأتل حزب؟ عملوا حملة عليك من باب المرأة؟ طبعاً مية بالمية أنا عم بيقلك ما أنا بعرفها عندهم جيش إلكتروني هائل ووظفوا قاعدين قبل ما نرجع شو بتقول لهم لك هيجموك؟ هيجموني أنا ما عم بيحكي وهلأ ما عم برر وما بحب برر أنا لا جوابت حدا منهم ولعملت وضيح لأنه حتى ما يفتكروني خفيت لأني ما بخاف برجع بعيد على جواباً عايدة السؤال هل تصر على ما قلته بشأن؟ نعم أصر لأنه أنا اللي قلته منيح مش عاطل أنا اللي قلته مش غلط أبداً أنا كلها قصة سقفة الشادور ما كنت موجولة عندنا في لبنان قبل الثمانينات ما كنت فيه عندنا فيها التنوع وفيه شغلة بحب قلت لك ياه كنت عم بلّك بلّشت بدي قلت لك شغلة ايه وهذا أنا بتعرف شو الجنوب لقلي بالنسبة لقلي غير أنه مسقفين يعني أنت لاقي انتبه معظم الشعراء باللبنان ومسقفين طلعين من الجنوب اللبناني فيه تنوع هائل بالجنوب اللبناني بتلاقي المرة المحجبة وبتلاقي المرة اللي بالميوعة عم تسبح على شد صور عارف بك ما قالوا لك هيك؟ مين؟ اللي انتقادوك إنه شفت بس الشادور سمعوا هاي سمعوا هاي سمعوا اللي بدون إيه أنا الجنوب بالنسبة لإليه هو جنوب الجنوب اللي أنا بعرفه هو جبل عامل نعم هو جنوب موسى الصدر مش جنوب الخامنئي أه وبس خلص ما بقب شناك شي خلا نتقل لها رقم جديد يلا هلا فتحت لنا حرب أنت تاني إلى أول ما لا يخير يلا نقي رقم جديد 16 16 هل يمكن أن نرى العنوان التالي؟ كمان عنوان تاني طالق تميم نقطتان سعيد صالح أهم من عاد الإمام على المسرح نعم اه؟ أكيد وين الغلاط؟ مش غلاط بس الناس بتعتبر عاد الإمام نمبر ون بالـ بس ليش أنت ما سألتني قبل بس كيف فتوا لأنه كأنكم تعرفوها حدا سماع عني عم بقوله أو شي؟ لا هاي اخترط هيك هيك؟ 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 كان دايماً مطروح هيدا المصطلح المصطلح هيك؟ السؤال هيك؟ هيك؟ ليش لا؟ بتحب كمان يوني الشلبي طبعاً أكثر من عبد الإمام كمسرح لا هيك تخني لا أنا بلاقيه هون يعني خليني بس وضح بها تشبهوا لـ بيكملوا بعضهم يعني الله تاخد عمره يعني بس بتشبهوا لأيون الشلبي في ناس كانوا يشبهوني قبل العظغر ايه؟ بالشكل ايه بالشكل أكيد في الحلقة تشوفه شي مرة؟ ايه التقيت فيه شو قالت؟ مش قال لي يعني شو بدو يقلي؟ قال لي بتشبهني شو بتدلي ما اللي شيء شغلة الكتير حلوة بشغلة مع الـ MBC إن التقيت بين وجوم كنتشوفهن على الشاشة أنا وصغيره وأحلم أني قلت ما بذكر شي معيون الشلبي؟ لا لا بذكر كمان كنا بعشها يعني اه عشت ومين بعد انت سينا؟ سعيد صالح ملتقي فيه اه سعيد صالح كمان في صاحبي كان صار بيني وعينه ورحت حضرت له بروفات آخر مسرحية كنا بمصر يعني كان في صديق مشترك ونازل يشوفه قلت له خدني وساقة بتعم يتطلع فيه إنه مين هيدا وحكينا وصار وقال لي ابقى تعقى وصرت طلطل على البروفات وعاد الإمام عاد الإمام ملتقيت فيه وعندي يعني يا ريت بلتقي فيه بحبه كتير لأنه وعم وانتبه حتى ما تفتكر إنه عم نائد أنت قابل سألت مين أهم المثلت لك عاد الإمام اه زبطها لا مش زبطها حتى ما تلاقي التناقض يعني لا لا ما في تناقض في شي سينما في شي سينما وفي كذا بس على المسرح يعني حددت انت ساعة صالح قوة كتير على فكرة عم بحكي بيعزوا يعني لما كان بيعزوا طيب بس الدنيا شو جمع شانس حزوز هاااااا خطة شنوس شنوس طيب ننتقل لألقب جديد انين انين دخلك شو الرأم اللي عورنا كين السبعة يا حبيبي ما باقس تعمله أبدا رتبلنا دراما مصرية، دراما لبنانية دراما سورية نمبر وان هلأ بالنسبة لإلي يلي عم يطلع على الشاشة دراما سورية نمبر تو بس هيك يعني هيدا حتعمل لي مشكل فيه أنا جايد هعمل لك مشكل لا لا حتعمل لي مشكل فيه لأنه أنا شايف في فرق معقول يتفل عادي سواء معقول يخليني فل إذا بدكت هيدا بس أنا صريح بس هتعمل لي مشكل برا لأنه حابب يوضح كمان بهيدا الموضوع بقى أول شي بدا نرتب لا مافهم أنت بتستعمل الترتيب بدي وضح قبل ما فوت درها بعرفك مافشينا مافشينا لأنه قصة الدراما اللبنانية يلا أنا تبني يوم التوك التوك مش باليمسلين بدي وضحها أنا شايف المسلين اللبنانية أهم من كل هؤل المسلين ما عم بحكي بتمنى أنك تخلي هالجملة لأقدر رتب لك عمل متكارن بتمنى تخلي هالجملة لا يقدر تكملها أنا بشوف المسلين اللبنانيين لبنانيين أهم من كل الممثلين اللي عارضون عزيزا بالترتيب سورية مصرية لبنانية ريحتنا لا بس بدي وضح لك فبدك تشوف وين بتوك أنا هون السؤالة مش عن الممثلين أنا عم بحكي كعمل متكامل بس إله سبب فينا نكون إحنا الأوائل بس هلأ بوجود أشخاص نتبي عم تحكي هلأ بالوقت الحالي بس بوجود أشخاص مثل الصباح والسنان إن شاء الله نرجع نطلع أوائل ما أجي شتغلت معه لأ بس شغل معه شي عتيق بس مش بإيجلز ما بتشتغل معه بلأ أكيد بيشتغل معه إذا عرضوا علي بيشتغل أنا ما أجي بحبه كتير شغلين مع بعض يعني الميكس لبناني السوري نعم أو اللبناني المصري السوري أتسترى بتحبه إيه وين الغلاط بس مفروض تكون عنها عمل تكون واحد بيه سوري وهو لبناني لأ دخلهاك ما في عيال سورية لبنانية وخالته مدري شو يعني ما في عيال سورية رابط بي والإبن فهمت عليك سؤالك هيدا هون صار ميس كاستنج بس اللحجة هون اسمه ميس كاستنج نحن كلبنان سورية مش متخلطين ببعضنا ما في كتير عيال كنا عم نحكي للمعلومة سعد الحريرة ابن الشيخ رفيق الحريرة ما الشيخ رفيق الحريرة مرته منا لبنانية صحيح سعد الحريرة مرته سورية صحيح في هيدا الميكس موجود يعني ما بدنا نجزوا مع بعضنا بس هلأ انه يختلف اللاجئ إذا هديك ببلد بس الميس كاستنج تبع الدور أمرار بيأسير وكيف حاططون يعني طب ليك هلأ عمش عم نشتغل النار بالنار طب لي عم يحكي سوري سوري ولا عم يحكي لبناني لبناني وعابد فهد سعد السلعة القرابية وعابد فهد بيحكي اللهجتين في ناس علقوا لي أول شيء بعدين بيّن بالمسلسل أنه هو أخذ الجنسية اللبنانية من سنة الستة وثمانين وعايش بلبنان فأجبارة هيدا البساطة بس لما تفوت على عيلي ما هيدا هون الغلط بالهيدا لما تفوت على عيلي وكلهم عايشين من بعضهم بنفس الوقت مش أنه تصار طلاق ووحدة راح دع بيته بنفس الوقت بالبيت وتلاقي وعد عم يحكي سوري وعد عم يحكي لبناني وعد عم يحكي لبناني حتى هيدا ما خذت السيناريو السيناريو كاتب ايه بس ما هو أو لموزع أصدك لموزع الأدوار هو حاطتهم هيك لموزع الأدوار 11 11 مصر تكفت ايه طبعا شو ما عندي مشكلة أنا كنت أحد نجوم تلفزيون بستقبل السيما في رمضان من برأيك المسؤول عن ما وصل إليه التلفزيون بدي هون أسماء لتحديد المسؤوليات ما أوفها يعني إش حابب جرئتي أنت لدرجة ايه والهيدا هون ما مكتوب من هم الأسماء بس إنه حابب الهيدا مش غلط تقول ما بدك تذكر كله في كتير هيدا كنت أحد نجوم تلفزيون بستقبل السيما في رمضان من برأيك المسؤول عن ما وصل إليه التلفزيون ما بدي حطها بالحالي وبالمسؤولين التلفزيون حتى كان متروك كان هميمهم أكتر شي نشرة الأخبار على فكرة بوقتها كان الشخرة في الحريري عايش وترك لنا الحرية وكان مقلع يلي صار بعدين أنه هل المسؤول سعد الحريري أم الإداريين؟ إداريين؟ نعم سعد حريري شو بدو يقعد ينزل يتبع الفاصل حرام خلينا يعني بدو يتبع أكيد الإداريين أكيد مش الموظفين أكيد مش العاملين الإداريين يلي خلص يلي هني لذي منه بلا ما نقوله ننتقل الرقم جديد ستة ستة ما هي مصلحة لبنان العليا اليوم برأيك؟ أن يصل ميشيل معوض أم جزافعون إلى العلسة الجمهورية؟ هون ما تقل لي اثنان وثلاثة لا ما أقل لي اثنان أساسا أنا مسمى مين وعطيت السبب وما فهموها كمان إذا بدك فسر هاي خليني قول هون ترك لي مجال إحكي سميلي بس لأن كنا حضرته وعم تحكي بالإشكالية فبتعرف سميلي لا لا قبل بدي إحكي حسمي حقول وحياتك حقول مبخا لا 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 بدي سمي لأقلك لأنه دايما حتى ما أنت هلأ قلتلي عندي مجال وضيح حتى ما نشأل اسمه بدك تسأل أنا لما نسألت بالأم تي في بودكاست وقبل ما تكفي السؤال قلتلي ميشيل معوض قلتلي بين المطروحين هني ما بيسمعوه هني أخدوا ميشيل معوض ورجعوا قصوا المقطع بين المطروحين والإسم اللي أنا اخترته قصواه مش الأم تي في يلي عم بيعمل حملة علي ورجعوا حطوا ميشيل معوض لأنه وراه أماركا أنه صرت أنت اليسارة عم تطالب بأمريكا ما بدي فسرلك بوقتها ما هي سألت بين المطروحين أنا تيجي لإلي ما حدا من هو الاثنان بس إذا بدك تفرض علي بين هيدا وهيدا لا بميشيل معوض بتكفي بميشيل معوض طيب فهمت علي ومنيت إذا بدك بدي بس هلأ صار فيني أرجع وضح بما هيدا بين هيدا وهيدا لا بميشيل معوض عنا كتير تجارب معقاضة الجيش وزيف عون لهلأ ممتاز ومن أفضل قادة الجيش ولكن لا لا ما عندي أي مشكلة عليه يوصل بس المشكلة دائما قائد الجيش لما يوصل وعنا تجارب سابقة لما يوصل لك سدة الرئيسي كيف كانت تجارب سابقة؟ عندك إميل الحود والنعم والنعم وعندك من شاء الله يا حبيبي يا حبيبي وسمي اللي روحنا على الخراب اللي أخذنا مش على جهنم على أبعد من جهنم وعنا مين؟ يا حبيبي هاي ديك عم شيل سليمانكت عم قللك فكرت مخفيتة وعنا وعنا مش هلعون يا فؤاد لا تسل طيب ما تسل عنا كان في فؤاد الشاب حتى فؤاد الشاب اللي بيقولوا عنه عظيم بس كان ديكتاتوري بس ما كان في أحزابي مكتب التاني وقتا يعني قصص قائد الجيش مهمته كقائد جيش روعة مش هل معوض ابن بات سياسي وهيدا هلأ شو بد؟ يا بدنا نقفل عم بعملها الإشارة وننسى الماضي يا بدنا نضلنا نعيش ونخوين هيدا كان هاك وأبوه كان هاك وأبوه كان هاك وأبوه هاك ونخوين مع أساس أنه طوينا صفحة الماضي يا ربي مش علقك عم بقول عم سمي على الناس طوينا صفحة الماضي مش هاكسس طوينا صفحة الماضي وبلشنا أنا تيجي لقلي أنا مين برشيح أنا قلتها وحارجع عيدها برشيح كارلوس غصن لأنه لبنان مؤسسة فاشلي هلأ وما بينظر لا طوايف ولا طباط بيجيب عنده تجارب هو بيشغله كل مؤسسة فاشلي كان ينهض فيها بيجيبها خلي ينهض فيها وبعدين كل حديث الحديث أوبلك إذا آجال هون فات بالسستم وهون شو إجه لهما؟ أنه عيش هون صار لا ما بيفوت بالسستم هيدا رأسه ما أنه سستم عايش كله عمره برا رأسه أخو ميه-ميه بعتقد رأسه ميه-ميه ميه-ميه ما عنده سستم هيدا لا طائفي ولا مسلم ولا مسيحي ولا هيدا حالنا ننتقل أنا اللي بدي أقوله هون كافي ما قلت مانشايل معوض حتى بسم هيدا أنه وصلونا لمحل نقول رق 다음 اميركا احسن من ايران ياخي ولصل عندك رفيق الحرولي اميركا مرحبها هل تقول ما تقول لي المرحب ولا الروسية أمريكا ولا روسيا روسيا أكيد حتى حلق بالعمل أكيد خي ما فيك معنا بحنة الروسية أوكرانيا هيدا موضوع إذا بدك تسأل فيه لا ما بدك تسأل فيه هيدا عرضا هيدا موضوع أوكرانيا أسيساً لمن لروسيا هون الحملات هلأ لا مش الحملات الحملات التعاطف الإنساني وهيدا أمريكا القاطعة من ولي أنا ضد الحرب وضدي اللي عم بيصير انتبه ما هي كمان ما يبدك تاخد شقفة بياخد كل شي أنا اليوم يبدك تاخد شقفة هلأ أنا مع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أكيد لا أكيد لا أنا ضد الحرب أنا ضد اللي عم بيصير بس كمان أوكرانيا مين اللي عم بيشغلها ويولعها مين أمريكا يا حبيبي وأوروبا شو بدهم فيها يتركوها جي تارك من وليك عملي حدود مشان لهيدا الخط الدفاع بالأساس وقايل لهم بوتين كان قبل ما عم بيحكي علا لا ما بدي حكي علا هيدا اللي عم شوفه هلأ كان قايل لهم ما هو مبله شعة رسائل تحذيرية من عشر سنين حاجة حرك شو حاجة شو اسمه يعني ما كان عم بيحكيه بس ما بتعتبره الدكتاتور طالما ما بتحب الدكتاتوريين لا بوتين بيلي عم بيعملوا هلا بيقرانيا ولا بالعادي هو بعده عفكرة هو بعده شو اسمه هو ما تنسى انه كاجي بي سابق وبعده راسه شو يوعي الزلمي منه منه من طبع منه اللي كان قبله يعني ما انه شو اسمه غورباتشيف وغورباتشوف و يلسم هو بقى ويلسم يعني هو زلمي بعده راسه كاجي بيه وزلمي شو يوعي تمام يلا حركنا فيك الشرشي السيوعي او اليساري 14 لك ساعة لبرالي هلأ ما خصت لبرالي لرباء لبرالي بي هيدا انا كلمة لبرالي ما بحبها انا انسان عادي طيب بعد النار بالنار طرد بقى إليك العمل مجددا لرباء المقبل اما مع جوج خباز او مع عبد فهد ما في اتنين أنا بدك تميز دي واحد واحد سوريا واحد لبنانيا ما خاص إذا سورياً بدك تناقلي هلا يلا ما ما فيه او منفل ما بعقولي فل على سؤال مثل هيدا مش بعقولي فل على سؤال مثل هيدا ما خاص مافيكون جوج خباز و عبد فهد عمشتغلوا مراتين مع بعض لا طب قللي لكان ما دايما كيك بدك حددلي انت هيا تسو قهر جاوبني يا بتجاوب يا بتفل ما بدي فل بدي خلصهم الاسئلة اليوم شو روني بتقول بدي خلص الاسئلة يعني كل شي سياسي يا بتحكر يا بتحس ما فيك توقف في النص ما بعرف هيدا بين سياسي بعد النار بالنار طولوا عليك العمل مجددا لرمضان المقبل اما مع جرجة حبيبة بدنا نخلص تخيل عرضك لا ما فيها المجاملات ما في شو لا لا يعني نقيت عابد هاد عابد فهد جورج حبيبة انت اه شو يعني عابد تقلو لأنك منك قبلين يعني انا اتنين طبعا مني قبلين هلا بلشت فرجيك الوجه التاني ايه فرجين الوجه التاني بس انه لأنه هيدا السؤال كزا وبالفن قلتلك انا اسقلت الفن عندي اصعب عابد فهد بيشتغل معه لرمضان المقبل انا استمتع بالعمل مع الشخصين يعني مع عابد كتا عم نستمتع نخلصنا بالسؤال نخلصنا بالسؤال حش مبادلات مش عمبرر والله يا ربيح يا ريتك حطيت غير هيدول اتنين يعني لا واحد ما حدا تاني كيف ساعتها بيصير اسمه بتفل لا فهم انه بدك تعمل بتفل حط حدا تاني لا لا حط حدا تاني ما فيه خلاص فيك تستبدل جورج بطوني مثلا يلي معنا بالمسلسل طوني عيسى ما فيه واحد خمسة عشرين واحد هلا بدي اقلو لجورج ما احد اقلو ولا شي فنان عابد فهد اشادة بعملك وهنائك بكلام جميل تصل فيه هلا على الهواء وقلو شكران وعلي هادا معقول يفللني علا كمان السؤال ما بتصل فيه شو ما ما بتصل فيه عنده ظروف خاصة ما بعملها هيك يا خير ما بتصل طب ليك عامل معك خدمة خدمة بشغله هلا تحت الهواء بخبرك شي هلا تحت الهواء بخبرك شي بالنسبة لهيدا الموضوع طب دقلو كبدون سبيكر بالأول واسأله ما فيه ما حيرد علي اسيسا عابد منو بلبنان طيب واذا ما معي بتصل الانترناشنل بتحب بتحب بعتلو ميسج وعايدو وكذا وهيك وزلد وزلد عليك بويس منسمع الويس مية بالمية ما هي الاتصال فيها تكون بأي طريقة فهمت عليا؟ طب واش واشني لا هلا بحطها بس ما بتحكيها باش واش خلص طيب بعتلو بويس يمسلك هيك شي اه اه فهمت فهمت بعتلو بويس يعني فيها حلس انت عمانتني ماقول وأنا مش هقول بعتلو بويس وخليه يرد بويس قلو نحنا بالبرنامج وحبينا بس هيك نوجهلك تحية ومعايدة لأنك أشدت لأنك كتب تويت كتير حلو عنك ومش تويت واق اه بس مش تويت واحد هدا الي اخذ ضج ثلاثة على سلامته استاذ عابد اه اه انا ببرنامج هلا اسمه بتفل وطلبوا مني اتصل فيك وبعرف انت برات لبنان فقلت لنو خليني ابعث رسالة اه طلبوا مني اقول لك شي يعني انه احكيك كلام جميل انا بدي اقول لك انت استاذ كبير وكان عندي اه كان عندي اه يعني كان لي الشرف اه اشتغل معك واقف بوجك يعني اه مثل انا وياك انا بتشكك بتشكرك كتير على الاشادات اللي عم كانت عم تكتبها على تويتر عني وكان عندي متعة حقيقية بالشغل معك وانت بتعرف هيدا الشي ويا ما قلتلك انا بعتبرك اه وحش تمثيل وعملاء كبير اه ينعادي عليك كل سنة وانت طيب اه وفصح مجيد اه وحبيب القلب وشكرا على كل شي عم تقولوا عني ممنونك كتير يا كبير عظيم ارسل وهلا بس يجاوبك اه بنحط الجوال اول شي انت خلاص هلا ما عاد لازم اتفل ابدا انت لازم تضل عم تطل على التلفزيونات بادوار اه تضيف للحكاية نوع جديد من الشخصيات التي غابت عن الدراما العربية اه انت متميز خاص جدا اه نموزج لا ممثل اه ليس له شبيه فهذا التفرد هو اه 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 هو ضرورة فنية هو حاجة فنية هو متعة للمشاهد اه اه انت طارق اه اه انا كتير مبسوط فيك اه بستمتع ب اه العفوية اللي عندك وال وهالطلاقة بيتمكن من الحوار والجملة هالتماهي مع الشخصية بالشكل وال التبني وال والألم والوجع والسخرية وام يعني رضيان بالواقع اللي هو فيه المرير وبنفس الوقت اه يعني عنده صراع مع البقاء صراع من اجل البقاء من اجل الوجود مين انا هو معا هو هو معاي يعني اه فانت عب تلعبوا انا يعني مية بالمية ما في عندي ولا ملاحظة بصراحة فموفق حبيب قلبي و وتحية لبرنامج كون وان شاء الله موفقين دايما مضيوف كون طيب انا استمتعت يعني بدي خبرك شغلي ليش عم قلك بقابل اتناناتهم كده عم حاول قلك بالسؤال اللي قابله انا بتعرف انت اللقطة بياخدوها بيرجعوا بياخدوا كلوزات عرفت كيف فبالكلوز كنت حيب اقعد سلمه يعني هو بيكون عم ياخدوا كلوزاته كنت سلمه لهيدا فيقول حواره بقاعد بيوجه كانك عم تحضر مش عم تشارك مية بالمية بعدين حس امرار مثلا هيدا يسكتو يقوم يفوت بالجملة التانية يقوع عحالي يعني هو يعمل الاس مش بالتمثيل يكون يخدين اللقطة وخالصين يعني كحوار ايه فضيع اضحك ايجي يفوت بالتانية يضحك اللي ليش هيدا ها قاله؟ يسحرني بالاداء اي هؤسة كبيرة عندو شغلة بايعكر عيونه احكره جل رسوف سؤل انو مين بدك ينثلك قصة حياته قالهون جدفهب قال Lilréян عابد قاللون عابد او على الشروع بيشبهوا شوي Laurent عالق Greg هل SHE هن ون أصحاب شاب بالحركات ممكن بالحركات ها عبد فنان متمكن ويملك أدوات و وقوي كتير بدون ما تحس يعني حتى لو الشخصية مستفزة بيلعبها وبيسحب فيها بالآخر حتى لو بتحس إنه أمرار أول شي الناس إنه مش هتحبه بس بيرجع بيسحرك يعني الدحك اللي عاملها ونظراته واللي عم يعملوا هلأ بالنار بالنار شوف بعد عنا السؤالين خلينا نكفر شوف أنت ما توقعت أسحب معك هك من الناس لقلال اللي كفت للآخر من القلال صح خمسة خمسة الفناني كولام عواض وصل للعالمية بتقول عن جدارة عن حظ عن وساطة نقلي واحدة منها ثلاث صفات ما تقل لثلاثة وأربعة 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 نقلي واحدة أنت برأيك وما تقل لما حضرت الفيلم كلنا شفنا البرومو على الأقل صراحة طب ما حضرت الفيلم بس كلنا شفنا البرومو بس عرفت شو عمل وشفت البرومو طيب بزياد عن جدارة عن حظ عن وساطه عن وساطة جدارة حظ ما في منها هيدا عن جدارة حظ ما في منها بل اتنقلي واحدة الفناني كولام عوض وصل لا أكيد مش وساطة عم فكر فيها ولا جدارة لا هو شاطر الصبي يعني جدارة جدارة بس فيها حظ كمان يعني حظ لحدا شايفه ولقاه أنه بيشبه هيد الشخصية وأخده ما هي هيك كلمة يعني عرفت شو قصدي أكيد عن جدارة بس إنه في كثير عنا بلبنان عندهم جدارة بس ما حدا نشايفهن طيب بدي كلمة كان في حظ بالجدارة جدارة حظ وساطة حظ يا خيه بس هو عنده جدارة يعني أكيد عن جدارة بس إنه هلا بدك تقلي في واحد قاعد بأوروبا وكذا وبيعرفوا لأن كلهم عوض نو هو عنده جدارة بس مين استدعى؟ في حظ مين استدعى؟ ما بعرف ما بعرف الأخبار بس في حظ لهالشخص يعني بهالمعنى قصدي بتمبسط بس اسمع أكيد ومبسططله كتير لنيكولا وبحبه كتير وبتمنى ماين فهم اللي اللي عم بحتيه يعني نيكولا شاطر مثله ومثل غيره بكتير بلبنان يعني فينا اسم مظلومة كتير من اسم مظلومة كتير من السمين لبنانية أعطيني مثال واحد ولا عدة؟ فيك كارول عبود جورج خباز عادل كرم عادل عادل عدور بس أن عادل وصل يعني قدر أوكي أوكي بس أنه ما عم تقل لي مين بس أنه عادل وصل أنه ينعرض بمهرجانات وكذا أنا عظي ينجاب كيف عندك كيف عندك عمر عمرو واكد ويمثل بأفلام أمريكانية صح زمان عمر الشريف ايه وشو اسمه أو هيدا اللبناني شالهوب توني شالهوب بس كان عايش بأمريكا وعنده بروغرام له صاروا هيدا بس نيكولا كمان كان نيكولا بيسحق بس أنا قصدي في حدا ايه ده ما ذكرت مين يوسف الخال ويوسف كله كل شبابنا حبيبي ليش ليش ما بدنا نعطي الفرصة لكل العالم في كتير ناس الله يوفق الجميع أكيد وانا بحب أنا بحب وبمبسط وبستمتع وبرفع راسي لما حدا أي حدا لبناني هتحضره؟ أكيد هتحضره لما يسحلي احضرت قلتلي حسين قابوك قبل ما بنشه يعان يعان عالشبيبة يعان يعان الأوق والدايخ يعان كل ممثل بمحله بالعمل حاببت تشتغل معهم؟ أكيد ياريت وقلتلهم مباريح قلتلهم أكيد الشبيبة كويسين جدا وطيبين حسين بتحسه انه لمع بكير وهدا الشي بيساعده انه يتطور أكتر؟ لو ما عنده شي ما كان بيلمع بهالبلد لو ما عنده شي كلهم أي حسين؟ انت عم تقولي حسين قلتنيتوني حسينان ليش حسين الدايخ شبيشكي؟ يا حبيب البي محمد الدايخ محمد الدايخ أصدر حسين خيو له محمد خطير جدا هوني بهيدا العمى بالفيلم محمد ليش محمد شبيشكي؟ محمد منه طالع محمد كاتبه مآخر جو طرع ايده بكنا حسين خيو له محمد مش معقول كمان يعني طيب أنا أنتبه هول الشباب متبعهم الأول يعني أنا عالسوشال ميديا متبعهم وبي مسرحيات وما روحت لهم مسرحية حتى بالبرامج اللي بخلوها آخر رقوم تفضل عشرين مفتحه سوايا خالد حسك بكرة لأني جوابت الكل حتمنتج بالحلقة حتمنتج شي لا ما فهمت وتأسئل العنصر طويل كتير مطع تلام الناس بتحبك بتحب تحضرك اكشف لنا واقعة سلبية خلال مشوارك مع الفنان ما فهمتوا كتير السؤال اكشف لنا واقعة ما فهمتوا ما فهمتوا يعني شي صار سلبي بهالعلاقة يعني كل إنسان علاقة ولا مشوار ايه مشوارك يعني بمعنى انه ما تقل لي هلأ كل حياتكم نسمنوا عصر لا اوكي عاطيني واحدة يلا لا إليه لابتفل بيطلعلي معلاج شي ماشي سوقتة ما في سوقتة فيهم بينوا بينوا ما عندنا انوية متل اسمنا على عصر اوكي بس واقعة سلبية أمرار كتير يعني ننفهم غلط يعني يوصلولو له كلام عنك ايه أول فايسا فيرسا وهو يكون ردد فعله يصدقه لا ما روض ضروري بيسألني زياد بيواجي اه عرفت شو عصدي مزاجة مين؟ هو؟ جدا وهذا شي مزعج وأنا كمين مزاجة يعني هاد الواقعة السلبية صار شي معين هكي خنائة أبدا 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 دايما بيحكوا هاد العالم أنا ما بحكي بالله أبدا 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 فايروس بتعرف فايروس شو؟ بتعرفها شخصية نعم شايفها؟ نعم شو انت بعض؟ امرأة عظيمة من بلادي حبيبة قلبي ست الكل تيجي راسنا ما حكي أكثر يقال انه هي ما بتحب كتير الاختلاط بدك تسأله أنا ما دخلني ها يعني أنا ما بعرف بهيدي القصص يعني هادي وحدة من القصص يعني اللي بيجي أنا ما بجيوب عن هيدا بيسألوك عن زياد بيسألوك عن كذا سألوه إله يا عمي أنا ليش أنا بدي جيوب عنه بقصص خاصة فيه هو عرفت كيف؟ يعني أنت هلا أنت مش عم بلومك بس عم شو بعرفني؟ أنا بالنسبة لقلي فايروس حرام هلا شهر فضيل إلك بس إنه فيني إذا بستعمل الكلمة بالإنجليزة يمكن تنفهم أكتر أنا بالنسبة لقلي فايروس هايقوني يعني؟ مش هايقوني أكتر هي زي قادس هلا بين كل هالأسئلة نعم اللي تبعول شو بيقولولون في شي مرأة سياسي وشي هيدا طبع اللي خاصهم بالفنيني يزعجوني أكتر من سياسي بس من كين هالأسئلة أنا عبرتك جدا إلا السؤال يلي إلا ما خليتنا نرجع نحكي حتفتح علي باب أول مال وآخر مينش الحال؟ من وراك أنا هلا بس أقلك شغلة أنا هلا خلصت وجاوبتنا وحفل لعبيتي بس بعدين أنا حفل طارق تامين حقلك شغلة إيه وحقولها على الكاميرا نعم أنا طارق تامين إذا بدأ قللي من هون للحلقة مش حرد علي نقطة على الصفر لأ قللك شي شي؟ إيه ما عندي يوم نقول آوه آه أنا من هو يقول لكم إذا ربيح دقل ألا يقل لي شي حقلك ما تشيل شي أنا ما عندي إيه هون ليك لك إنت باعتقدك ما اعتقدك يعني أنا أنا وقتها صارت الأم تي في وطلعت ما كان فيني دقلهم وقلهم ما تعرضوا ما عملت ولا شيء خلص كانت فعنا مصور وحدة ما فيني دقلهم وقلهم شيلوا هاي بخيروا ما بعملنوا شكرا طيلا لك طارق شو حبت عيد الناس بكل العياد اللي ما رأيت أكيد أه بحب عيد الناس وقلهم فصح مجيد وفطر مبارك أو علبتهم كيف اللي هاي ده فصح مجيد وفطر مبارك بيقولوا فطر سعيد فطر سعيد دايما التسميات عرفت شو قصدي كل سنة وإنتوا بخير ينعادي عليكم بالخير والبركة وإن شاء الله بأيام أحسن من اللي نحنا عمنا مروق فيها شكرا كتير لك طارق كتير مبسطنا وعن جد يعني حلقة كتير ممتعة بتمنى الناس حبا وأهلا وسهلا فيك إذن مشاهدين الكرام يعني حبينا بشهر رمضان المبارك تكونوا ضيوفنا مميزين متل أفضالك طارق وإن شاء الله أكيد حيضلوا لبنانيج كل نهار الجمعة دايما تابعوا هنا لبنان إلى اللقاء